أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن عطاء وإسهامات كافة أعضاء أفريق البحرين في مسيرة العمل الوطني والتنموي هي مصدر فخر للجميع وإلهام للأجيال القادمة مشيرا سموه إلى أن جهودهم المخلصة من مختلف المواقع تعد رافدا مهم لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم في قصر الإقضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا مستشار مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز حيث أهدا سموه نسخة من كتاب مسيرة في سبيل الوطن الذي يستعرض فيه مراحل عمل في القطاع الحكومي والخاص منوها سموه بالجهود المبدولة في إعداد وتأليف هذا الكتاب مشيدا بإسهامات وعطاء سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا من خلال مختلف المناصب التي تولاها من جانبه أعرب مستشار مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز عن شكره وتقديره لما يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم وتشجيع للكوادر الوطنية مؤكدا مواصلة العطاء نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في مسيرة الوطن ترجمة نانسي قنقر